اشتركوا في القناة الجزء الأول دائماً به ثلاث حالات لو يكون مثبت لونه فيه له سؤال معناها عتدت على عمل شيء في الماضي اليوز هي فعل ماضي مع اليوز والتو تيجي حتى تفصل بين فعلين الجملة المثبتة هنا تقول مثلا أنا عتدت على أكل السمك بط هنا جملة الجزء الثاني ما راح نشتغل عليه بس على الجزء الأول بالمثبت هاي إذن I used to eat fish وبعدين فارزة وبط والتكملة الجملة الجزء الثاني النفي I didn't طبعا استخدم I didn't لأنه الفعل هذا يعتبر ماضي مثل ما قلنا used مثل play played played التصريف الثاني ما الplayed باش ام فيه واليوز نفس الشي ام فيه ب did والد راح يشي سوي للفعل لما يجي يشيل الد من عنده أو الed مثل play بحنا هتشيل الد من ال use ويوز راجع على أصله اللي هو use فإذا I didn't use to eat fish أنا لم أكن معتادا على أكل السمك كأنه وبط أكو أكو جزء ثاني من الجملة احنا هسا ما راح نذكرها راح ناخذ بالتفاصيل إن شاء الله حتى تفهمونا السؤال دائما يبدأ ب did لأنه أنا راح أسأل ب did لأنه اعتبار عندي used هي فعل ماضي فdid you used to eat fish يعني هذا كمثال أو طبعا جزء ثالي ما موجود بهذه الجملة لأنه جزء أول فقط تكون راح ناخذ بالتفاصيل كل واحد من الجزء الأول كل جملة عفوا مثبتة من فيه سؤال إذا جدت مثبتة قاعدة هاش تقول subject is زائدا used to زائدا فعل مجرد الفعل مجرد يجي هنا نسميه v1 لأنه to هي جرد الفعل الوراه فإذن فعل مجرد يجي بعد the to زين زائدا rest تكملة الجملة يعني rest بقية الجملة أو تكملة الجملة إذن هذه الجملة المثبتة قاعدة use to ناخذ مثال عليها هسا راح ناخذ مثال عليها المثال أنت تقدر تسويه تقول أنا أعتدته مثلا I used to أنا أعتدته drive very fast طبعا التو جرد الفعل وراها أعتدته على السياقة بسرعة تمام إذن هناخذ هاي الجملة نقطة طبعا ناخذ جزء ثاني نحن ما راح نحن جعل جزء ثاني يفصل بين الجملتين but وبعدين تيجي جزء ثاني ناخذ مثال وزاري يعني مثلا سؤال وزاري يجب هالشكل هذا أو أي سؤال he وبينا قوسين ننطيك فعل وتكملة he have a car وفارزة but ومنطق السؤال راح يقول لي use use to استخدم use to شون أستخدمها أجي أخذ فاعل يعني داع القاعدة أو على المثال he وuse to من عندي use to من عندي وبعدين أجي أفتح القاوس مثل ما موجود الفعل مثل ما هو أنزل لأنه to أيضا نطريد هي فعل مصدر وهو الhalf هو فعل مصدر واعتبر وأكمل الجملة إذن he used to half a car وطبعا أكون جزء ثاني إحنا ما راح نشرحها بس ركزوا لي على الجزء الأول لأنها مهم القاعدة النفي النفي طبعا ننفي بdidn't مثل ما اتفاقنا وdidn't راح تجرد الفعل وراها اللي هو used راح الشيء ديمن عنده يصير الجملة subject فاعل زاعدا didn't زاعدا used to without d بدون d زاعدا فعل مجرد زاعدا تكملة الجملة ومن ثم بعدين فارزة وبعد الجزء الثاني نأخذ مثال i didn't used to مثلا اقول i didn't used to eat i didn't used to play i didn't used to drive احنا مثلا i didn't used to drive very fast لم اكن معتادا على السياقة بسرعة واكو جزء تاني من الجملة ايضا متفقين احنا كل شوية نقولها بعدين نشرح افوا اذا صار عندي هسا قاعدة النفي والمثال عليها وراح سوي سؤال خاف تيجي وزارة شو رح عرف نفي مرات ما يقوله نفي يجيب لي الفاعل يجيب لي نوت وبيعها بالقوس دائما باللغة الانجليزية لما نجيكم نوت معناها انفي الجملة حتى دائما يقول لك negative فهنا قال لي شي وفتح القوس not speak english اذا نكتب english وفارزة ونخلي الجزء الثاني هسا بدون حال يعني ما نكمل الجملة جيت على الجملة بما انه نافق طبق عليها القاعدة subject اللي فوق هو بالقاعدة الفوق او اطبق على المثال she didn't اخلي من عندي من القاعدة او من عندي خل اقول didn't use to ايضا من عندي اعتبار ما موجودة هي بالجملة اللي نعطيني اياها فايدا she didn't use to والفعل speak هنا رح ينزل مثل ما هو she didn't use to speak انا ازلها ايضا واكمل الجملة she didn't use to speak اذا خلي نكتب speak english و جزء الثاني but وبعدين نتوقف مثل ما قلنا رح نشرحها في اذا هاي صارت عندي جملة النفي اعفوا الروح على الاخيرة الحال الاخيرة وهي حالة السؤال ممكن تيجينا ايضا سؤال وهذا كلش قليل نادر جاءت ممكن مرة 2-3 مرة خارج العراق سنة خارج العراق ومرة بالداخل بس اتعلمها مو مشكلة did استخدم زاعدا subject فاعل والفاعل يجي وراه شنو اقول هل انت اعتدت على السياقة بسرعة did وزاعد subject زاعدا use to طبعا بدون d لانه did شالة d والto هي تجرد الفعل الوراها اوتوماتيكيا يعني كل to تفصل بين فعلين باللغة الانجليزية الفعل الوراها مصدر did شالة تعتبار رجعت الفعل الى المضارع فاذا did زاعد subject زاعدا used to زاعد v1 اللي هو فعل مجرد زاعدا تكمل arrest ومن ثم كوسل مارك والسؤال مابي جزء ثاني من الجملة يعني جزء ثاني مواقب السؤال حسنا اخذ مثال مثلا خلين ناخذ مثال احنا نكتب لكم did you used to هل انت معتاد على السياقة مثلا بسرعة drive very fast اذن drive very fast نكمل الجملة ونخلي علامة استفان بالاخير ايضا قلنا جزء ثاني ما موجود جملة حتى لا تنسوا ناخذ سؤال مثلا شون يجينا هذا جانب اسئلة خارج العراق بال2017 مرة اعتقد ما يجي بعد بس داخل العراق مرة سؤال أيضا girls علامة سؤال داخل القوس وقال use to بدون د ومرات يكتب use use to المهم مكتوب use to عدكم هنا اجي اطبق القاعدة did من عندي الفاعل girls هنا ما يهمني طبعا مفرد جمع ما عندي مشكلة هنا و used to ستنزل وراها والفعل رح ينزل مجرد هنا goal did girls used to هالفتيات معتادات على الذهاب للمدارس did girls used to go to school وخلي وسلم واختم السؤال اذا هذا طريقة السؤال ممكن اللي تجينا طيب الآن اذا استعرضنا حالة الجزء الاول اما مثبت او نفي او سؤال مثل ما تشوفون وراح نروح على الجزء الثاني نشوف شنه شنه بيعفون الجزء الثاني دائما يكون يعني الجملة جزئين الجملة جزئين الجزء الاول هالس حتشينا عنه شوف شو كون السؤال بثلا شو ستو ات فش بط هنا ورا بط راح نلاحظ فتش اذا اكو ناو بالجملة بعد البط اكو ناو لازم نتعامل الجملة مضارع بسيط مضارع بسيط احتي لكم حاجي وزاري يعني اكو اربع شغلات انتبو لها من يجيكم كسؤال وزاري ممكن من دارس بسيجيبو لكم غير شكل بس احتي لكم وزاري مضارع بسيط شنو يعني الفعل لو مجرد لو بي اس فلما نجيني فعل بين قوس مجرد اكيد الفعل حيخلي لي لو شي لو اسم مفرد فراح اخلي الفعل اس اذا كل فعل بين قوس سي احتي وزاري طبعا اخلي لأ اس اضيف لأ اس اس او اس هنا اذا جدت نوت بين قوس بس وياها فعل يكون نوت وياها فعل مع فعل ش هسوي النوت تتحول بالمضارع بسيط لو دونت لو دزونت لو اذا احولها لو دونت لو دزونت والفعل راح يبقى مثل ما هو لانو دونت و دزونت باللغة الانجليزية جرد الفعل ورا وهو يجب لكم مصدر وقل لكم اكد انه انا حتي وزاري اسئلة وزارة اذا لو دونت لا هسا مثلا هنا نوت جو راح اصير دزينت جو طبعا هاي نفس حالة الف الشرطية الثاني الاولى عفر نفس حالة الف الشرطية جزء الف الحالة الاولى فرست اذا دونت أو دزينت وقل للفعل نفسه وطبعا هي هاي حسب الفعل زين ثلاثة بعد نشوكو اذا اذا جدت ب اذا 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 جدت ب بال قوس يعني الجزء ثاني من الجبل احنا اذا نحجي على الجزء ثاني جزء اول عرف حالاته اذا نكتب اذا 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 بعد الفعل ش نسوي لها لو نحولها لو نحولها is لو نحولها r طبعا إذا لو am لو is لو r البي تتحول حسب الفاعل طبعا مثلا i جدتي تأخذ am he she is تأخذ is اسم مفرد يأخذ is we you they تأخذ r اسم جمع يأخذ r تمام؟ آخر شي إذا جدتي هاف أحول هاس ومثل ما قلت أحتي وزاري إذا جدتي هاف أحول هاس أجي أيضا على الجزء الثاني في حالة عدم وجود now بعد but بعد but طبعا جزء الأول احنا هاتشين عنها قلنا شوف شنو طريق في السؤال مفرد مثبتنا في السؤال الجزء الثاني انتبه إذا أكو ناو أو ما كو ناو قبل شوية حتشين إذا أكو ناو إذا ما كو ناو حتى تجينا دائما نهاية الجملة بس افتراضا بس ما كو ناو أهم شي لست ممكن تجينا أقويستر دي حتى نتعامل الجملة معاملة باضي بسيط انتبه ماضي بسيط شنسوينا؟ مثلا نحولها وانت إذا كل فعل بين قوسين بواحدة نحولها ماضي مثلا speak spoke write wrote go هنا سنسويها وانت مثلا steady 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 وهكذا إذا كل فعل بواحدة نسويه ماضي إذا جدت نوت ويا فعل هنا نوت مع فعل بالقوس شنسوي؟ ننفيها ماضي بسيط بايش ننفيها بددنت والفعل يبقى مثل ما هو مثلا جدت نوت go صير ددنت go الفعل دائما وردد مجرد إذا الفعل سيبقى نفسه طيب الحالة ثلاثة نحن هناك نحن هناك نحن هناك لما أكناه هناك نحن هناك لما ما أكناه في الجملة الbe هناك تتحول الbe طبعا هتجي لوحدها نحولها لو was لو where حسب الفاعل طبعا مثلا I was she was he was it was أو اسمه فرد والwhere لتجمع أو الwe والyou والthey إذن تتحول was where آخر شي ممكن تجينا هاف بس هناك تجي هاف كفعل رئيسي مو فعل مساعد نحولها هاد وهذا الحشي نفس ينطبق على F الشرطية بالحالة جزء F جزء F تمام فإذن هذا آخر ما موجود في هذا الموضوع رح ناخذ أسئلة عليه إن شاء الله ونحلكم حتى تشوفون طريقة الحال إذن هاي الأسئلة طبعا منطق السؤال كهتب لاستخدم use to أو didn't use to أو قائل present or possible يعني جزء ثاني مضارع بسط أو ما تبسط نجي على الجملة الأولى هاف بالجزء الأول بين القوس مجرد بس نخلي use to نفتح القوس دائما بالجزء الأول ما نغير الفعل حتى بالنفي إذن use to خاف الصير الجزء الثاني رح رابط اكوناو اي اكوناو موجود اناو فإذا انتبه ما دامناو هي الدليل الفعل بدون مع رأس نخلي الاس cut أروح على الجملة رقم اثنين جملة رقم ايضا بالقوس رأس اخلي use to افتح القوس اخلي half صير use to half نكتب اذن use to half وارح على الجزء الثاني اكوناو لا ما اكو لاست موضة نهاية الجملة إذن لازم نحاول الفعل الى ماضي steel صير install نحل كل التمارين موجودة ولكنه هي نفس وزاريات جاية out هو يحب القروج خارجا but now he always want to stay at home جزء الاول use to اخلي وفتح القوس اخلي like بس نزل ها دائما جزء الاول ما غير الفعل والجزء الثاني اشوف ناو موجود اشوف دليل ناو ناو موجود رأس بدون تفهم الوانت تصير وانت يريد طبعا مو هاي مو وانت تخربط مبيناتهم وانت في الماضي وانت يريد في المضارع نجا على الجملة دورها اربعة she wear glasses but now she have contact lenses هنا use to بجزء الاول لين ما ك نوت واناو موجود هنا الهوف احول هاي رأس نقل من او ك ناو روح على الجملة خمسة هنا نوت اك نفي اذن اخذ دينت وخلي use to حسب القاعدة وخلي الفعل talk وروح على الجزء الثاني نشوف اذن خلي نشوف كمل اثناء كتابة روح على الجزء الثاني اك ناو موجود هنا اذن الفعل رأس نخلي الى s stops الفعل رأس نخلي الى s اجي على الجملة الوراها طبعا اك بي هنا انتبع القوس الاول ما الى علاقة القوس الاول جزء الثاني ناو ما موجود اك 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 يعني فاذن هو رأس نخلي الماضي هذا بس ياخد ايدي فقط ايدي فقط صير نقط اروح على الجملة الوراها نمبر seven she note اكون نفي هنا رأس نجيب didn't use two من عندي ها كلية didn't use two والفعل بي اخ انزد هنا مثل ما هو واروح على الجزء الثاني يكون قوسين هنا ناو موجود هنا اك لاست موجود هنا خلي نكمل الكتاب اذا احول الفعل هذا get احس got وال ايضا الثاني lose صير lost اذا اثنين اعطين صير سوي هن ما ايجي يكون قوسين بالجزء الثاني لكن احتي ما لحد الكتاب موجود مرة جابوها نفس الجملة بس جابو حالين واحد وخلين واحد اعتقد بالجزء الثاني نجي على الجملة ثمانية ايضا كوكاوس بهاف رأيسا نجيب lose 2 من عندي وخلي هاف ضراها واروح على الجزء الثاني الجملة اكو ناو الهاف سيصير سيصير هاز اوتوماتيكيا نجي على الجملة تسعة هنا جاي اختيارات عفوا مو اختيارات هنا سؤال منطيني سؤال طبعا هاني جيب الوزارة بس احنا ما كاتبين منطق السؤال طبعا مخلينا على المتصف فاقول dead gears used to go حلينا بالامثلة بالشرح used to go to school وكوستنمارك السؤال الاخير هنا اختيارات فقط هادو وزاري طبعا did you used to لو used to طبعا ال dead تاخذ وراها فعل مجرد used to ما اخذ used to وهذا اللي هنا نكون قد انهينا الموضوع وما بقى انشاء الله بنيتلقوا لك قواعد واستمروا إليكم إن شاء الله أرجو منكم أنه تدعمون القناة بمشاركتها ونشر روابطها ومشاركة محاضرات وطبعا الكترة اللايكات أيضا تساعدنا في الفصول إلى أكبر عدد من المشتركين شكرا لكم وإلى لقاء تحياتي